تخيل أنك تقدر تحول صورة ثابتة لفيديو كامل لشخص بيتكلم أو حتى بيغني وكل ده باستخدام الزكاء الاصطناعي ده مش خيال علمي ده حقيقي مع أمني هيومان التكنية الجديدة من بايد دانس اللي ممكن تغير صناعة المحتوى بالكامل في السنوات الأخيرة الزكاء الاصطناعي تطور بشكل ملحوظ جدا خاصة في مجال إنشاء الفيديوهات وتحريك الصور ومع إطلاق أمني هيومان أصبح بإن كان أي شخص تحول صورة ثابتة لفيديو متحرك ولكن مش أي فيديو ده الفيديو بيبدو بشكل طبيعي تماما فهل التكنية دي هي مستقبل صناعة الفيديو وهل هتتفوق على أدوات منافسة زي هايجين ودي داش آي دي وبيكس فيرس وفيدي نوز ده اللي هنستكشفه مع بعض في الفيديو ده دوس لايك لو أنت مهتم متعارف أكتر عن أمني هيومان ولو دي أول مريك في القناة فأهلا بيك في قناة محمود خضر هنعلمك إذا تستفيد من استخدام أدوات الذكاء للصناعي السهلة والمجانية في إن شاء المحتوى والربح منه ويلا بينا نبدأ الفيديو في البداية تعالوا نتعرف على أمني هيومان أمني هيومان هو التكنية الذكاء الاصطناعي متقدمة قادرة على تحويله الصور لفيديوهات متحركة باستخدام إشارات حركة زي الصوت أو الفيديو بمعنى آخر أنك تقدر تحمل صورتك الشخصية أو صورة ثابتة لأي شخص وتضيف لها ملف صوتي والذكاء الاصطناعي تلقائيا هيحرك الصورة دي وهيخليها تتكلم بحركة الشفايف وتعبير وجه تطلع بشكل متناسق تماما مع ملف الصوت اللي أنت هتضفه له ده مش بس تعبير الوجه والشفايف ده كمان الجسمي كامل هيتناسب مع الصوت وكأنه شخص حقيقي بيتحدث أو بيغني والتقنية دي بتعتمد على نمازج متطورة بتقدر تحلل ملامح الوجه وبتتوقع كيفية تحركها عند النطق وده بيخلي النتيجة قرائبة جدا من الواقع وهي ده هيفتح لنا باب كبير جدا لاستخدامات متنوعة زي أن انت ممكن تعمل محتوى بدون ظهور فقط بصورتك تقدر أن انت تعمل محتوى كامل تعمل فيديوهات تعمل كورسات تعمل أي شيء حتى لو هتعمل فيديوهات تمثيلية بدون ما تظهر فبالتالي ده هيحسن مجالات كتير زي الأفلام والألعاب وحتى التعليم من مزايا أمن هيومان أول حاجة الواقعية المزهلة في تحريك الوجه هو الجسد وده لأن التقنية دي بتستخدم نمازج ذكاية اصطناع متطورة في تحليل الصور وتحركها بطريقة تحاكي البشر بتطلع لك النتيجة بشكل دقيق فالنتيجة بتكون فيديوهات تبدو حقيقية لدرجة أنك ممكن تلاقي صعوبة في أنك تفرق ما بينها وما بين الفيديوهات الحقيقة تاني حاجة هي مزامنة مثالية للشفاة والحركات مع الصوت يعني أنت بتضيف صوت والصورة ولكن هو بيقدر من خلال تحليله للصوت أنه يخلي حركة الشفاة مماثلة تماما مع الصوت والحركات عموما زي حركة الإيد والحاجات دي كلها كل ده بيقدر أنه هو يحلله ويطلع معاك بشكل دقيق ثالث حاجة وهي إمكانية إنشاء فيديوهات منصورة فقط باستخدام الصوت يعني مش هيطلب منك فيديو أو حاجة لأن انت مثلا يشوف الصورة دي أو الشخص ده بيتحرك إزاي أو ملامحه إزاي أو بيبني لك موديل على أنه هو مثلا بعد كده يقدر يحول لك الصورة بشكل واقعي لا هو بيقدر بكل بساطة يقرأ الصور ويحركها بالشكل المناسب رابع حاجة وإنه هو كمان بيحرك شخصيات كارتونية وحيوانات ومجسمات الفترة دي يعني مش بس هيجي يقول لك بقى أنا عايز ملامح وجه بشري لأ ده ممكن يحرك لك أي شيء ويخليه يتكلم وينطق ودي طبعا هتبقى ميزة قوية جدا جدا لو هنقارن قمني هيوما مع الأدوات المنافسة زي هاجين وبكسفيرس والأدوات دي هنلاقي إن فيه فرق كبير وبيفرق فيه أول حاجة إن جودة التحريك بتكون أعلى بكتير لأنه بيقدر يحرك الوجه بشكل احترافي بس مش بس الوجه ده كمان الجسد كمان إمكانية العمل بالصوت فقط يعني هو ممكن ما يطلبش شيء أكتر من الصوت بعكس مثلا إن فيه مواقع ممكن يطلب صورة وحركات للصورة ويطلب منك كمان أنت تعمل موديل بحركات مختلفة للصورة عشان يقدر يعمل لك ده كمان هو بيقدر يعمل ده بتفاصيل أكثر دقة في تعبير الوجه يعني ما بيغيرش الملامح فبتحس إن الملامح زي ما هي ما تغيرتش وفعلا إنت مش هتقدر تقول إن الفيديو ده ممكن يكون معمول بالزكاة الاصطناعية بس في نفس الوقت ممكن يكون بعض الأدوات المنافسة تكون أسهل في الاستخدام أو متاحة بشكل أكبر بخلاف أمن هيومان اللي لسه لحد الوقت طبعا هو ما بقاش بشكل مباشر وفي نفس الوقت مش عارفين هل هو هيكون سهل الاستخدام أو لا طيب إيه استخدامات أمن هيومان قال لك إن التقنية دي هتفتح مجالات كتير قوي في صناعة المحتوى الرقمي وده هيكون مهم جدا بقى لناس اللي بتعمل إعلانات فيديوهات محتوى تعليمي أفلام قصيرة والحاجات دي كلها كذلك الأمر إنه هو هيطور الألعاب يعني ممكن بعد كده تحرك الشخصيات في الألعاب بطريقة أكثر واقعية زي ألعاب الكهرة والحاجات دي أيضا في التعليم والتعلم يعني ممكن نستخدمه في دورات التدريبية لإنشاء شخصيات تفاعلية وتشرح المفاهيم بطريقة حية أيضا إحياء الشخصيات التاريخية إنه إحنا مثلا ممكن نعمل فيديو لممثل توفى ويظهر معنا في فيلم أو ما شابه ويعمل معنا شخصية في الفيديو بشكل كامل وده فعلا برضو إحنا شايفينه هنا في الفيديوهات اللي ظهرت قدامنا على الشاشة في الفيديو أينشتاين وبالرغم من كل الإمكانيات القوية المتوقعة في أمن هيومان إلا أنه ليس خاليا من العيوب ومن عيوب أمن هيومان أنه بيحتاج موارد قوية جدا للتشغيل يعني ممكن مش أي جهاز يشتغل عليه الأمن هيومان لأنه بيحتاج أجهزة قوية لأنه بيكون معقد جدا أيضا لحد الوقت هو متاح فقط بس بشكل محدود يعني إحنا لحد الوقت ما نقدرش نستخدمه ممكن يكون متاح للاستخدام التجريبة فقط يعني مش بيكون متاح مع كل الأشخاص لكن هو تم الإعلان عنه فقط حتى الآن قالك برضو أنه بعض الحركات بتحتاج لتحسنات يعني ممكن تلاحظ أن في بعض اللحظات أنه ممكن في حركة وجه مش دقيقة قوي فمحتاجها تحسنات وطبعا العيوب دي مش أنا اللي بقولها ده هما نفسهم اللي بيقولوها وده معناه أنه هما أكيد هيشتغلوا عليها أكيد نيجي بقى لحاجة مهمة وهي أنك لو أنت عايز تجرب أمن هيومان فأنت كل مطلوب منك أنك تتابع الأخبار الجديدة لأنه هو مجرد ما هيتم إصداره بشكل مباشر هيكون الإعلان على طول رسمي والجميع هيقدر أنه هو هيجرب فهينا بقى في النهاية هنسأل السؤال المهم هل أمن هيومان هيكون مستقبل صناعة الفيديو؟ هسيب لكم أنتوا بقى القرار النحائي في الإجابة بتاعتكم أنه هو هيكون المستقبل أو مش هيكون مستقبل في توليد الفيديو بالذكاة الاصطناعية ما ضعيش فرصة إنك لو دخلت عندي في القناة هتلاقي حوالي أكتر من ستمية وستين فيديو كلها متعلقة بالذكاة الاصطناعية وإزيان أنت ممكن تطور مهاراتك باستخدام أدوات الذكاة الاصطناعية سهلة ومجانية في إن شاء المحتوى والربح منه بشرح حاجات كتيرة جدا زي بشرح مواقع وبشرح زي نعمل ترندات فيديوهات وبشرح برضو ساعات هتلاقي عندي ساعات بقى مراجعات لأدوات زي مايكات وأيضا بحاولنا بقدر إن كانت تابع معك كل جديد في أدوات الذكاة الاصطناعية في كل المحتوى سواء إنشاء الصور إنشاء الفيديو إنشاء وتصميم الجرافك وكمان في الشاتبوت وهتلاقي نشرح مواقع كتيرة جدا أيضا في مواقع متعلقة بالتسويق هو أيضا مواقع متعلقة بكيفية استخدام المواقع زي مواقع تحويل النص إلى صور والنص والصور إلى فيديو والنصوص إلى فيديو كمان هتلاقي عندنا فيه كورس كامل لإنشاء الأفلام باستخدام الزكاة الاصطناعي كل ده وأكتر هتلاقوه بشكل مجاني تماما في القناة في ريت لو أنت مهتم تدوس لايك وتشترك في القناة لو أنت مش مشترك وتفعز الجرس عشان يوصلك شعار بكل فيديوهاتنا وفي النهاية السلام عليكم